اشتركوا في القناة والعالم داخل الامتحان معاك يوم الاثنين والله العظيم انت اكتر واحد فيه مستعد والله العظيم ما هحلف كذب طب ليه اول حاجة الكلاسيفايد اللي حالك مخلصها دي دي اسئلة الباث بيبر من الفين وثمانية لحدى الفين تلاتة وعشرين او اتنين وعشرين مش متأكد هل احنا اكتفينا بدا لا بعد ما خلصنا الكلاسيفايد رجعنا حلينا الباث بيبر كلها تاني من الفين وستاشر لحد الفين اربعة وعشرين هل اكتفينا بدا لا بعد ما انت حلت الحاجات دي جيدك مرتين قررنا نحلها تاني ومسكنا كل الاسئلة التريكي بتاعت النورمال ديستريبيشن حلناها الوحدة كل الاسئلة التريكي بتاعت الكوريليشن حلناها الوحدة كل اسئلة التري دياجرام التريكي حولناها حلناها الوحدة غير لفل الوحش فانت انت مفيش فكرة جد في الكوكب معدتش عليك على اقل مرتين او ثلاثة مفيش حد عمل كده في الدنيا طب تعالى نبص ده كحل انت اكتر واحد فاهم الاس وان في الدنيا ليه لان انت مش حافظ بمعنى ايه في ناس كتير جدا دخلين معاك الامتحان هم مش فاهمين هم بيعملوا كده ليه انا حافظ ان انا في النورمال ديستريبيشن بعمل ده 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 طب انت فاهم بتعمل ده ليه لا انا حافظها احنا بنعملش كده انت فاهم فانت عندك اندفانتج عن اي واحد داخل متحان الاس وان واقسم بالله ما ببالغ كل سنة لما النتيجة بتطلع وقالت لكم الكلمة دي ولا لكم تاني احنا مش بنروح نشوف فيه حد جاب هندرد برسنت ولا لأ انت بتعد كم واحد جاب هندرد برسنت والله العظيم بتمشي كتكشف اقسم بالله تلاقي عشرة جايبين هندرد برسنت انا والله العظيم ما بهذر دي باليوز حقيقية فاصعب امتحان جي في الدنيا اللي هو كان نوفمبر 21 وزون 21 الكيرف بتاع الاس وان كان الهندرد برسنت 53 من 75 انت متخيل يعني انت نقس 22 درجة في الامتحان وجايب 100 عارف اي 22 درجة يعني انت سايب اسئلة كاملة فاضية اسئلة كاملة فاضية مش هقولك بارت من سؤال اسئلة كاملة فاضية سايبها ومقفل الامتحان ليه بقولك كام ده كله عشان تفهم ميزة الاس وان ميزة الاس وان ان الحد دلوقتي الكيرف بتاعها كيرف المحترم بين الناس يوم لما الامتحان بيجي صعب جدا الكيرف بيزوط نفسه الامتحان بقولك عيدة لإيه كانت كام 37 من 75 عارف يعني ايه؟ يعني انت ساقت يعني انت خيلت بأحمار ساقت الامتحان لكن جايب قاعدة درجة ايه؟ فانت متخيل ده جون 21 ونوفمبر 21 ده كرب بتاعهم ال ايه كانت 37 من 75 يعني انت نص الامتحان حلو غلط حلو غلط وبجايب ايه الهي على درجة في البيبر البي كانت كام 29 السي 19 عارف عيدة 19 يا جدعان انت مجدتش ساعتشان ده انت مش حلق غير سؤال الكوروليشن اللي ما حدش بيغلط فيه وسؤال التسكريز الطبيعي بتاع البنقدمين طبعيين وساب الامتحان كله فاضي فالكلام ده كله ليه بقوله لك عشان لما تخش الامتحان وتلاقي ان انت جالك اسئلة خزعبلية مجدتش ولا مرة في المنهج اولا لازم تفاهم ثلاث حاجات لو السؤال ده صعبة عليك وانت مستعد بتارية الاستعداد دي فما بالك في الناس التانية اللي مش مستعدين نص استعدادك هيدخلوا يعملوا ايه فمش انت اللي تخاف انا دايما بقولها احنا اللي بنعلي الكيرف اقسم بالله ما بهرج احنا اللي بنعلي الكيرف فانت لما تخش وتلاقي امتحان صعب ما تتخضش لان الناس التانية هتلبسوا فانت لازم تقامل تطمد دي اول حاجة تاني حاجة اصعب سؤال في الدنيا لما باجي حله معاك بعد الامتحان بتقول انا كنت متخلف اني معرفته شاجيبه فكل انا طالبوا منك ايه ان انت لما تلاقي سؤال صعب ما تتوترش فكر فيه وقرابة الراحة واكتب كل ستيف اللي انت تعرفها وده هيكون مورذن انف ان انت تحل السؤال ده لو مس صح على الاقل هتجمع ثالث حاجة واهم حاجة يا جماعة الاس وون اكبر تركاية فيه تركة الوقت اكتر مشكلة بتحصل لطالب الاس وون في الامتحان يخرج لك ملحيتش اخلص تقول له ازاي يقول لك اصلا قابلني سؤال كان سؤال صعب قوي طب بعدين فمعرفتش احل عارفين السؤال اللي انا يسا حلو معاك دلوقتي حالا بتاع اللي كان جاب لك هل ده سؤال صعب ده سؤال تافه 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 في معنى الكلمة ليه امترسمت وحطت الحاجة والميو راح مع بعضها الناس لما خرجت من اللي امتحان بتقول لك ايه احنا جالنا سؤال ما بيتحلش ليه يا ابني جالك انونز انونز ايه يا ابني يا حبيل قلبي هو ده انونز لما يجب لك انتمزك ميو ما وفي الاخر يمكنسله بعض فمش اي حاجة تتوتر منها احيانا السؤال انتم مشكلتكو ايه انت قطالب مصري غصبة عنك متعود انك تحفظ فاول لما الراجل يجب لك فكرة ما جاتلكش قبل كده فانك قتلك في الامتحان هاجبها ازاي انت متعود ان مخك ما بيفكرش بس انا بقولك ان انت جاهز دلوقتي انك تفكر في الاسئلة الجديدة ليه لان احنا قعدنا طول السنة بنجلت فيك ولو كنت جبت لنا سؤال مش محلول كنا بنرجع لك الواجب كله ونقول لك لا اجرب فيه تاني ونقعد نقول لك لا ده دلع ده ما نقول ده نطل ده نطل فانت الوقتي خلاص انت تعبت طول السنة فجد الوقتي الوقتي اللي انت تجني فيه سمار ده الهندد برسنت تاعد بعد بقرة اقسم بالله في ايدك في ايدك ازاي ان انت تسقل يوم الاتنين ما تتوترشي ما تتوترشي تكتب الاستيبس كلها اي سؤال صعب تسيبه لحد الاخر وبعدك ترجعله وتكتب فيه ستابس مش معنى انت غلط سؤال سهل انك مش تجيب هندد برسنت وقلت لكم قبل كده نوفمبر نوفمبر تونتي وان اللي انك تقول لك عليه ده او انا مش مكن بقى امانك كان تونتي وانا او تونتي اتو كان فيه واحد اسمه عمر هشام خرج من الامتحان بيقول لي انا غلطت سؤال متخلف فلما جات للنتيجة انا نفسه مقفل فهو كلمني بقول لي فيه غلطة في النتيجة بقوله ليه عمر بقول لي انا جاي بهم هندد برسنت بقول له توقع مشكلة بقول لي ما ينفعشي انا فيه سؤال غلطان فيه ومتأكد انها غلطان فيه هو غلط فعلا فيه بس ليه جاي بهم هندد برسنت لان هو حل اسئلة من اللي اتشاهدت مكيرو ففي الاخر كان جاي بهم هندد برسنت فانا بقول لك الهندد برسنت في ايدك يوم الاتنين بسهولة لو عملت التالي حاجة أطيق عليهم ايه هما تخش في منتهى الثقة ان انت ده بصوا 70 في المية من الهندد برسنت نفسيا انت داخل مستعد للامتحان طب زي مستعد بعد الكلام اللي اقولت لك ده انت لازم تخش مستعد ايه هو الكلام ده انت اكتر واحد مستعد في العالم انت حالة باسور كلها مرتين مفيس سؤال صعب ما حلنهوش بايدنا تلات مرات ده 70 في المية من الهندد برسنت الثلاثين في المية التانين ايه تايم مانجمنت جوه الامتحان ان انت اي سؤال صعب تسيقه لحد الاخر عشان تلحق تخلص الامتحان والحاجة التالتة افويد الميس كالكوليشن عشان دي في الاس وان كارثية لو قللت في استجما اكس في كورليشن للأسف هتكرر الامتحان كله ليه لان اصلا هو ساعي درقتين درجة للستيب اللي الراجل بديك الرول بتاعها فالأسف لو انت كنت جاي الرقم غلط من ايه مش هتاخد درجة بي ولا سي ولا دي ولا ايه لان هم كلهم معتمدين على بعض وكله سال في معي درجتين فازاي تتأكد انت مش تغلط اكتب كل حاجة بايه دك قبل ما تتبعه على الكالكوليتور ما حابكش توفر دلوقتي وقت انا بقولك لو هبقع وقت في حاجات دي فدي تستاهل تكتب كل حاجات ده خلع على الكالكوليتور كويس ما حدش بيجري وغراك قبل ما تبس ايكول تراجع تاني لو عندك وقت ترجع تراجع الاسئلة بتاعت الكورليشن اللي ممكن نغلط فيها افويت السيلي مستيكس لو عملت التالت حاجات دول وجالك اصعف سؤال في الدنيا هتجيب هوندر برسنت ماشا يا جماعة كده يا جماعة انا قدر اقول لكم ان احنا خلصنا للاسف دي اخر حسة اس ون في السنة بقى مانا انا حاضر يا حنين بقى مانا هتوحشوني لو انت كنت طالب اس وان بس فدي قال لي الوداع ونقول لأويت دي اخر حسة لو طالب اس فبرضو ده الوداع لو طالب اي تو فحنا متكملين شوما مع بعض ماشا يا جماعة انا بس هافل